نسيب الزماني بقى خلاص ونروح للأهلي ونعرف رأيك في مباراتهم بارح مع المؤولين يعني النادي الأهلي قدم عرض مقبول بعد طبعا خروجه من الدور الأفريقي عرض إلي حد ما مقبول أي نعم ما أرضاش كل طموحات الجمهور بس هو الأهم اللي هو المكسب المكسب الثالث على التوالي في بطولة الدوري وانطلاقة جيدة لي كحامل لقب طبعا البطولة انطلاقة جيدة جدا بطولة الدوري في بطولة الدوري يعني مبارح مستر كولر عمل تغييرات كتير في التشكيل عمل تسع تغييرات عن المبارات سانداونز الأخيرة في الدور الأفريقي يعني قد فرص لكريم الدبيس قد فرص لطاهر موديست بعض العيبة يعني فيه العيبة ظهرت بشكل جيد وفيه العيبة لسه متأثرة شوية بحتة انها ما بتلعبش بشكل كبير يعني نتيجة مقبولة بالنسبة لنادي الأهلي نادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي يعني قدم العروض يعني جمهوره طبعا كان بيتمنى عروض أفضل من كده وأنه هو ينفس على البطولة لكن خلينا أقول إن البطولة للأسف جاية في وقت صعبة شوية ظروفها صعبة شوية نظامها غريب شوية يعني فكرة إن أنا أسافر جنوب أفريقيا أخر القرى وأرجع ألعب في مصر في خلال 48 ساعة بإرهاق طبعا على العيبة يعني صعبة أول ما بتعصلش فكرة تانية طبعا بصراحة فالموضوع مرهب جدا ولكن الأهلي إلى حد ما رغم إن كان في مشاكل فنية من جانب كولور مشاكل فنية بحتة ظهرت في البطولة دي وأكبر أزمة أو أكبر مشكلة موضوع دعا على الفرص الغريبة اللي بتحصل دي غياب طبعا بعض اللعيبة تغيراف التشكيل بشكل دايم بشكل غير مبرر يمكن كل دي كانت أسباب خلت الأهل إنه هو ما يقدرش يكمل في البطولة طبعا غير إن الفريق قبل منافس قوي ومنافس هو أعتقد هو الفريق الأفضل في القرى فريق ساندونز الجنوب أفريقي بيلعب كرة حديثة كرة أوروبية بصراحة مختلفة عن أي فريق تاني في قرى أفريقيا الأهل وجع صعبات معه شوية ولكن في مباراة العودة إلى حد ما رغم إن الأهل أضع فرص كبيرة لكن كان ظهر بشكل قوي جدا وكان أفضل كتير من فريق ساندونز مبارح مصطفى شبير كان حارس أساسي رأيك إيه في أدائه ورأيك إيه في العمل مبارح كل حاجة يعني هو شبير مصطفى شبير أنا شايف إنه هو جي الوقت إنه هو ياخد فرص أكبر مع النادي الأهلي يعني ممكن هو تأخر شوية وحارس كويس جدا حارس واعد عنده إمكانيات مميزة لكن هو مشكلة إنه هو ما بياخدش فرص كتير محتاجين إن إحنا نشوف مصطفى شبير أكتر من كده علشان نقدر نحكم عليه طبعا الشناوي هو الحارس الأول في مصر لعب بشكل كبير أي نعم الشناوي عنده بعض المشاكل الفنية اللي التركيز أحيانا بتأثر عليه وبتتسبب إنه جمهور الأهلي بيهاجموا فكان محتاج إنه هو يقعد يراح شوية ومصطفى شبير ياخد مكانه مصطفى قدم مباراة جيدة جدا يعني أنا شايف إنه هو قدم مباراة جيدة ومحتاجين إن إحنا نشوف مصطفى أكتر من كده يعني عشان نبتدي نحكم عليه